أكثر من مئة دار حضانة في الجزائر تعمل بطريقة غير شرعية تم غلقها من قبل مصالح وزارة التضامن الوطني لعدم مطابقتها لدفتر الشروط لواحد مئة روضة أطفال تم إغلاقها لكن لحبيت نقوله هو دار حضانة ماش محتمدة وزارة التضامن الوطني تحصي وجود ألف وستمائة دار حضانة محتمدة لكن رغم هذا المرسوم التنفيذي الصادر عام 2008 المنظم لعمل دور الحضانة يقتضي مراجعة لنصوصه العدد الحالي في سوداسي الأول لـ 2015 فاقى ألف وستمائة دور حضانة محتمدة المرسوم التنفيذي في 2008 وشفنا وناقشنا بعض الصعوبات لتخلي الناس تروح تفتح دور حضانة بدون اعتماد كان شروط فلديغ تعجزية تجاوزات في حق الأطفال دفعت بالأولياء إلى دق نقوس الخطر وحتى المختصون استغربوا مما يحدث بتلك الفضاءات وجدنا مربيا تعاقب الأطفال تضعهم داخل مرحلة يطلب منه أن يبقى واقفا لساعات وأيديه فوق رأسه الارتفاع المهول في دور الحضانة عبر التراب الوطني يتطلب حسب مختصين تعزيز الدولة لآليات تنظيم ومراقبتها حتى لا تتحول البراءة إلى مجرد سلعة تباع وتشترى